الهند تريد منعدنا مئة ألف طن سنويا تمور مقايضة هاي صار عشر سين ولا أحد جمع هاي الكمية ويروح يقايضها مع الهند حتى يحسن من قيمة التمور العراقية هاي انتين منها اليوم نرجع حقيقة كنا نتأمل بالزيارة التاريخية للرئيس التركي بعد أن السيد السوداني قام بهذا واجاب الرئيس التركي كنا نتأمل هاي الزيارة رح تحقق لنا منجز كبير وحل كل مشاكل العراق المائية وخروجنا من مصطلع خامس أكبر دولة متضررة بالعالم تخيل لكن مع الأسف المذكرة أو الإطار الاستراتيجي كانت ضعيفة جدا لم تحوي على موضوع سد جزر القاتل هذا رح يبنى على نهر دجلة هذا رح يقتل حوض المياه نهر دجلة لأنه سد أرواعي هاي أولا ثانيا تركيا تعتبر نهرات دجلة والفرات نهران محليان عابران للحدود وليس دوليان أتخيل نهران محليان عابران للحدود لكن مع الأسف احنا نشوف الإطار الاتفاقية للإطار بالبن ثالثة قالت وضع رؤية لحصة مائية جديدة للعراق من المياه العابرة للحدود شنو المياه العابرة للحدود؟ يعني تجاوبت تجاوبت مع تركيا بهذا الموضوع بالضبط أليست هي استحقاق دولي ومفروض على الجانبين الحصول بحصص متساوية؟ لا لا إحنا لحد الآن ما عندنا حصة وهي تركيا متفضلة تطينا وهذا هو المشكلة الحقيقية كان المفروض اليوم عندنا ملفات العسكرية والنفط وطريق التنمية كان المفروض نستغلها في مطلب واحد هو الموافقة تركيا الذهاب للتحكيم الدولي حتى نحسم الملف هذا حقك وهذا حقي لكن مع الأسف هذا هم ما صار النقطة الأخرى عندنا مذكرة تفاهم مع تركيا 2015 وقعناها ما فعلت كان المفروض تطلب أنه فعلوها أيضا ما طلب كان المفروض أيضا أحد البنود يوثق بشيء أنه تقدر يجب إعطاء العراق حصة رقمية 500 متر مكعب الثانية على دجلة على أن لا يقل عن 500 متر مكعب الثانية على دجلة واتفاقية 1900 مذكرة تفاهم 1987 اللي وقعت بين تركيا وسوريا اللي تركيا تطينا 500 متر مكعب إلنا والسوريا إلنا 290 والسوريا 210 وأيضا هذا ماكو شيء أريد أضرف هذا مثل أخير أتصور المشكلة بين مصر وأثيوبيا مصر وأثيوبيا أكو اتفاق بيناتهم اتفاقية أنه تتعاهد أثيوبيا أن تنطي مصر 55 مليار متر مكعب ونص لمصر سنويا وهذا الاتفاق موثق بالأمم المتحدة ومع ذلك اليوم مصر تريد تشتكي على أثيوبيا ووصلت لمجلس الأمن ورغم عدها اتفاقية موقعة ومثبتة ما قدرت لأن أثيوبيا ما تقبل التشكي فتخيل إحنا الوضع المائي شون صارت روحنا بيد تركيا اطيناها كان المصطلح برمين الماء مقابل برمين نفط اليوم برمين الماء مقابل الاقتصاد انطيني للشركات التركية شغل حتى أنطيك ماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة